نرحب من القاهرة بالكاتبة الاقتصادية الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق برحب بك أفسد ممدوح يعني خلينا نبدأ بالأمور كده واحدة واحدة عشان نحاول نفهم الناس يعني ايه تخفيض موديز للتصنيف الاقتمالي المصر و ايه نتائج اللي قد تترتب على هذا التخفيض يعني هو التخفيض بتاع موديز موديز بتنفرد ان هي العلامات بتاعتها بتاعت التصنيف يمكن مختلفة شوية عن ستندر عند بور وعن فيتش لكن هنقول انه التخفيض اللي حصل اليوم الخميس بالأمس انه من بي 3 الى سي اي اي واحد دي تساوي يعني دابل سي عند ستندر او عند فيتش دابل سي دي اللي هي 3 سي بتعني المرتبة 17 من ال 22 مرتبة اللي موجودين عند وكالات التصنيف التلاتة كونك بتبصى المرتبة 17 من ال 22 يعني بتاخد 20% من التقييم لانه التقييم بيبتدي بتريبي الايه بدرجة 100% وبينتهي بدرجة دي ودي تساوي صفر فما بين المية في المية والصفر في المية في 22 درجة فمصر وصلت دلوقتي الى المرتبة 17 بما يساوي 20% طبعا دي درجة منخفضة تماما برضو عشان المشاهد ما يخشش في المتاهة بتاعت ال 22 درجة التلات وكالات قسموا ال 22 درجة دول الى قسمين فقط قسم من واحد لعشرة وقسم من بعد العشرة يعني من 11 ونازل من واحد لعشرة بيسموه درجة استثمارية يعني اي دولة او شركة هتاخد من واحد لعشرة درجة واحد لعشرة من تريبي الى تريبي البي دي اسمها درجة استثمارية يعني ينصح دي الاستثمار في هذا البلد في أدواته طب نوصل بقى للدرجة اللي حصلت عليها مصر معناها ان انا بقول المستثمرين في أدوات الدين المصرية ايه لا ده انت رقم 17 انت بعد العشرة احنا قلنا من واحد لعشرة ده درجة استثمرية تستثمر في هذه البلد او في هذه الشركة لكن احنا دلوقتي من سنين طويلة بعيد عن العشرة احنا بنتكلم في 17 ف17 ده عند مودز لكن برضو عشان الامانة احنا لسه عند ستاندر اندبور وعند فتش في الدرجة الخمستاشر يعني البي دي تسوي 15 طيب علشان الناس ممكن تتوه مننا في الكلام الاقتصادي المهم ده لكن محتاجين تبسيط اكتر انا دلوقتي لما كنت بطرح ادوات دين مثلا وبطرح فايدة معينة هل التصنيف الجديد هيخليني اضطر ارفع الفايدة علشان اجزب الناس اكتر بما ان معدلات المخاطر بيت اعلى مثلا اللي حاج بتقوله ده يمكن اتقال حتى في المقدمة عندك في برنامج من شوية انه في نفس يوم الامس على طول بعد التصنيف ما طلع التعاملات على السندات المصرية في البورصات الدولية على طول المستثمرين طلبوا فايدة زيادة 5% فوصلت دلوقتي بتتكلم على 18.5% رغم السندات الاصلية مطروحة بـ 8.5% طب العشرة في المئة دي بتيجي ازاي؟ انك بتقل القيمة السوقية للسندات عن القيمة الاسمية اللي صدرت بيها بمعنى ايه؟ ان انت كنت مطلع السندات دي لم ساعة ما اصدرتها بـ 100 دولار النهاردة بعض السندات بتتكلم على 50 وعلى 46.5% فانتنزلت بالقيمة السوقية طبعا لما واحد يشوف سند طالع طالع بـ 100 دولار ويوصل لـ 50 دولار معنى كده انه يعني يدل على تدهور الثقة في هذا السند لان زي ما بقول هل المشكلة بس في موضوع قيمة العملة في الممضوح لانه و30% نعم لانه